اهلا بحضراتكم النهاردة عندنا نجم ونجمة عزيزة علينا كلنا وعزيزة علينا شاصيا ضيفنا الليلة من موليد 16 نوفمبر 76 اشتغل او لعب في مركز الزهير الايمن حقق انجازات عديدة وكبيرة اوي والانجازات دي مازالت في ذاكرة الكرة المصرية اول خطوة ليه في كرة القدم طبعا مش بدايته اول نادي لعب ليه كان الاولمبي اسكندرية وده بعد الاولمبي اسكندرية تقلق طبعا في الاولمبي اسكندرية واجاد وراح المنتخب من الاولمبي اسكندرية شافوه ولاد عمنا الدرويش اللي هو نادي الاسماعيلي خطفوه مع فرقتهم لان هو من النوع اللي هو لعيب كرة ولعيب الكرة باستمرار من اسماعيلية معروفة بين برازيل افريقيا لعيب للاسماعيلي فترة كبيرة جدا وحقق فيها بطولات كبيرة ومن الاسماعيلي راح الزمالك كانت فترة صغيرة جدا هنعرف تفاصيلها طبعا من الحوار او من الكلام اللي هنتكلم معاه ومن الزمالك بعد كده راح تجربة جديدة خالص وهي كان اتحاد جدة وبرضو حقق معا بطولات بعد اتحاد جدة قال لك بقى أنا عاوز بقالية بصمة وبصمة كبيرة جدا في عالم الكرة الخانة المصرية رجع على النادي الاهلي وكان عايز مع النادي الاهلي عاش في النادي الاهلي يعني فترات زمنية كبيرة لأروع من كده وحقق فيها بطولات سواء محلية او قرية او عالمية ولما الاهلي قالوا شكرا هل اكتفى بكده لا بيهدوء بسيط جدا ومشي وبعد كده وشاف طريقة تاني لان رجل عاوز يلعب كرة تاني وراح بعد كده لعب في حقق مع النادي الاهلي طبعا بطولات كتيرة جدا وانا مش عاوز احرق الكلام بتاعه خلي هو اللي يقوله ولعب بعد كده الاهلي اربع سنوات كمان بعد النادي الاهلي رح حرس الحدود هتقول لي اه وحقق مع كاسين والسوبر وبعد كده ساب حرس الحدود وراح بترجيت كانت نهاية المشوار الكروة ده خلال مسيرك القروية حقق فيه انجازات تاريخية محدش حققها ولا اي لعب حقق التاريخ ده وبعد كده بعد التاريخ الكبير ده توج ببطولة الدوري المصري في تلت فرق هو اللعيب الوحيد هو اللعيب الوحيد اللي حقق تلت بطولات فقدية مختلفة حقق مع الاسماعيلي 2001 2002 مع الزمالك 2003 2004 مع الاهلي اول ما بدأ موسم 2005 وحتى 2009 توج تتويجه كان عبارة عن مشوار كبير في كرة القدم بكان بطولة 20 بطولة عارفين يعني ايه اربع عنديا مختلفة كان بدايته بطولة الدوري العام 2001 2002 والكاس 2000 مع الدرويش ثم الدوري موسم 2003 2004 كان مع الزمالك وتلت بطولات دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي كان من 2005 و2006 لحد 2008 والدوري المصري مع النادي الاهلي حقق اربع مواسم متتالية مع النادي الاهلي وايضا فاز بطولة كاس السوبر الافريقي كانت 2006 2007 وكاس مصري 2006 و2007 مع الاهلي والسوبر المصري كان 2005 2006 و2007 ثم حقق مع حرس الحدود كاس مصر حرس الحدود 2009 2010 والسوبر المصري 2009 ومع التحاد جد حقق هنهول ايه ولا ايه بس انا مش عارف الله ده البطولات كتر البطولات يعني خلاني مش عارف اقول ايه ولا ايه مع التحاد جد حقق كاس ولي العهد وصنع هدف تاريخي لحمزة ادريس سنة 2004 كله احنا انا شوفنا المباراة دي وبعد كده شارك بقى في تتويج التحاد جد بدور ابطال اسيا 2004 ملعبش النهائي طبعا بسبب مدة الاعارة بتاعته واعتزل فيه 2012 اتجه بعد كده مين للاعلام خد مشوار طويل حتى استقر به المقام حاليا في قناة النادي الاهلي على فكرة هو كمان ما مش من النادي الاهلي بيسأله جوزيه مرة في احد الاحديث بتاعته وبيقولوله انت ظلمت حد من لعبين جوزيه بكل شجاعة لهم ايوة انا ظلمت اللاعب ده اظن عرفتوه اشتركوا في القناة